في أول اختبار لها في بورصة عالمية وحدة البيتكوين تبلغ 15 ألف دولار بعد انشكل لغزا لنصف قرن علماء يكتشفون سر الأصوات الغريبة الصادرة من الأرض تمرين عقول الطلاب قبل أجزادهم ممارسة الرياضة تحسن المستوى الدراسي للأطفال أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم اجتازت عملة بيتكوين الافتراضية أول اختبار لها في بورصة عالمية بعد ارتفاع سعرها إلى 15 ألف دولار أمريكي للوحدة في أول تداول رسميا بها في سوق مالي عالمي في شيكاغو وارتفعت قيمة بيتكوين 15 ضعفا منذ مطلع العام حين كانت تساوي ألف دولار ما أثر قلق السلطات المالية وذهول المحللين الماليين من الارتفاع الصاروخي لها في سوق العملات والبورصة نجح علماء كنديون في قياس ذبذبات الأصوات الغامضة التي تصدر من قيعان المحيطات يتأكد من لغز ما يعرف بالهمهم الغامضة للأرض لكنهم لم يستطيعوا حتى الآن تحديد مصدر هذا الهدير الذي يشكل سرا عمره نصف قرن التقرير التالي والتفاصيل قد يبدو هذا كالخيال العلمي لكن العلماء يطاردون منذ سنوات مصدر أصوات غريبة تبعثها الأرض ولا يعرف أحد سببها لكن هذا اللغز الغامض لهمهمة الأرض لم يعد كذلك فريق من العلماء الكنديين تمكنوا من قياس هذه الأصوات المحيرة ليؤكدوا أن مصدرها قيعان المحيطات بيد أنهم لم ينجحوا بعد في تحديد مصدر هذا الهدير إنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مصدر همهمة الأرض وهو الموضوع الذي بدأ الحديث به عام 1959 لكن العلماء لم يستطيعوا القطع الجازم بوجوده إلا في عام 1998 على الرغم من تأكيد العلماء على عدم قدرة الإنسان سمع هذه الهمهمات التي تقل ألف مرة عن حاجز العشرين هيرتز والذي يستطيع الإنسان سماعه إلا أن الآلاف أكدوا سماعهم لها خلال العقود الماضية يصف شهود همهمة الأرض على أنها كصوت شاحنة تتحرك خارج المنزل فيما يشبهها آخرون بنغمة آلة البيس الموسيقية في حين يرى البعض أنها أقرب للضجيج الهائج ولم يكن بمقدور العلماء قياسطنين الصادر من قاع المحيطات لأن مقاييس الزلازل تقيس الحركة مما يجعل تدخل المد والجزر يحجب أي قراءات للإشارات الصغيرة كالتي تزدر عن همهمة الأرض يتوقع أن تحتل السيارات ذاتية القيادة والكهربائية حيزا كبيرا في المستقبل القريب مدفوعة بالتقدم التقني والضرورة البيئية لكن ما زال أمامها بعض العقبات لتتجاوزها قبل أن تستخدم على نطاق واسع تقرير الزميلة حنان ظاهر هكذا تخيل صورة المستقبل في الماضي سماء مزدحمة بالسيارات الطائرة خيال يقترب من أن يكون حقيقة ثورة حقيقية يعيشها عالم السيارات اليوم ويتوقع أن يتغير شكل العالم الذي اعتدنا عليه فالسيارات الذاتية القيادة والكهربائية ستأخذ حيزا كبيرا في المستقبل القريب مدفوعة بالتقدم التقني والضرورات البيئية وفيما يرتفع عدد البلدان التي تعلن تخليها تدريجيا عن السيارات العاملة بالوقود بدأت النماذج الأولى من المركبات العاملة على الطاقة الكهربائية وبقدر من التحكم الذاتي تجوب الشوارع في دول عدة من العالم ويتوقع أن تساهم السيارات ذاتية القيادة في تحقيق ثورة في هذا المجال لكن هذا القطاع ما زالت أمامه جهود يفذلها ولسيما في تخفيض تكاليف أجهزة الاستشعار التي توضع في هذه السيارات وفي تحسين أدائها إلا أن هذا الأمر لا يحول دون انتشار هذا النوع من السيارات في بلدان عدة وفي بريطانيا مثلا ستوضع هذه السيارات في الخدمة اعتبارا من العام 2021 ومن شأن اعتماد السيارات الذاتية القيادة أن يخفض بشكل كبير الازدحام المروري ولاسيما من خلال البرامج التي تنشر أحوال زحمة السير وتقارير الشوارع المكتظة أولا بأول وتعتزم دول عدة منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا أن توقف بيع السيارات العاملة بالوقود مع حلول العام 2040 وستخصص مدينة لندن منطقة للسيارات النظيفة في وسطها في العام 2019 وتأمل سلطاتها أن يتسع هذا المشروع إلى مناطق أخرى منها مع العام 2021 ويعكف الخبراء على تخيل حلول للمشكلات التي تواجه السيارات الكهربائية والذاتية القيادة منها محطات لشحن الطاقة من دون أسلاك توضع تحت الطرقات وقطارات مترو يمكنها أن تنقل هذه السيارات وأيضا سيارات ذاتية القيادة تكون قادرة على الطيران أسلوب جديد في إجراء العمليات نحو جراحة أكثر دقة في المستقبل تسمى تقنية الواقع المعزز نحو جراحة أكثر دقة أظهرت هذه العملية لأول مرة في تحقيق مستوى سلامة أعلى للمرضى وهي تفتح الأبواب لازدهار تطبيقات الواقع المعزز في العمليات الطبية الجراحية تفاصيل أوفة مع زميلة عبير عبدالله تقنية الواقع الافتراضي أو المعزز تعد أسلوبا جراحيا جديدا وهي تقنية تعرض صورا وملاحظات حية ومباشرة عن المريض الذي يخضع للجراحة ويمكن استخدامها بشكل روتيني في المستشفيات ابتداء من السنوات المقبلة وانضم العديد من الأطباء والخبراء إلى هذه العمليات واستخدموا نظارات الواقع الافتراضي التي مكنتهم من التحدث بشكل مباشر مع نظرائهم في مشفى آخر ومن معرفة تفاصيل العملية لحظة بلحظة وكأنهم في قلب الحدث ويتم تطبيق الواقع الافتراضي في مواجهة السرطان أو العلاج المصابين بالجلطة الدماغية أو التدريب على الجراحة أو اختبار مهارة الجراحين أو التخطيط للعمليات الجراحية ويمكن أن تستثمر هذه التقنية في توفير الوقت كأن يقوم المختصون بفتح الشريان أثناء السكتة الدماغية وتمكن الجراحون من تركيب صور مجسمة ثلاثية الأبعاد فوق جسم المريض ما ساعدهم في تصور تشريح منطقة العملية لدى المريض أثناء إجرائها وأصبح بإمكان الأطباء خلال العملية مشاهدة كافة المعلومات المتوفرة عن المريض في ملفه الطبي عبر نظاراتهم ما سهل عليهم اتخاذ القرارات الطبية الصحيحة وفي لقاء له عبر الأقمار الصناعية مع أخبار الآن قال الجراح الإماراتي جابر الخيلي الذي شارك في أول عملية جراحية باستخدام تقنية الواقع المعزز إن التقنية الجديدة تسهل على الأطباء القيام بالعمليات الجراحية وبشكل دقيق جدا مشيرا إلى أن تقنية الواقع المعزز تبشر بمستقبل أفضل في مجال الجراحة قمنا بالعملية الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في 5 ديسمبر بمشاركة الجراح الفرنسي دكتور توماس كريغوري كانت العملية في مستشفى أفيسين في باريس العملية كانت باستخدام الواقع الافتراضي واخوذة مايكروسوفت ألولينس عن طريق تحميل بيانات المرضى ثلاثية الأبعاد واستخدامها أثناء الجراحة وعن طريق هذه التقنية يستطيع الجراح ومساعديه بالإضافة إلى مستشاري من الخارج في التحدث وفي تحديد المكان المناسب لوضع المفصل الصناعي طبعا العملية كانت في القيام بمفصل صناعي للكتف كانت العملية استغرقت ساعة ونصف وكانت بمستشارين أيضا من أمريكا وبريطانيا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية كانت تجربة جديدة في عالم الجراحة جراحة العظام بشكل خاص وفي المستقبل نتوقع لهذه التقنية الكثير من التقدم والكثير من الفائدة سواء كانت للجراحين أو للأطباء المتدربين أيضا كن إنسانا لكي تبقى الإنسانية احتفالية تتزمن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ضم تدي الاحتفالية عددا من الفرق التي تخدم المجتمع بالإضافة إلى العديد من دور رعاية الأطفال المزيد مع مرسلنا في القاهرة رمضان المطعن على الرغم من حداثة عمره إلا إنه يحدد وجهتها أريد أن ألطحق بكلية الهندسة كلمات عبد الرحمن تحمل داخلها إصرارا لانتزاع حقه في الحياة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وورفاقه كونهم أطفال بلا مأوى رسالة جاءت خلال احتفالية كن إنسانا كي تبقى الإنسانية حق أن أي حد في نفس الظروف أنه يكون لي مكان بعد كده يسكن فيه أو يلاقي حاجة بعد كده يتعايش فيها أو يعيش مع نفسه فيها لو حتى أنه فرضا أنه ما يقدرش يعيش مع أهله يكون لي مكان أو حاجة زي كده أنه يقدر يعيش تاني من المجتمع المفروض يوفر له حاجة زي كده مبادرة فريق أمعا للإنسانية استهدفت خلال احتفاليتها عددا من مكونات المجتمع المختلفة وعرض للفرق والمؤسسات التي تخدم الإنسانية إلى جانب مشاركة فئات من دول إعاقة وأطفال بلا مأوى وأطفال أيتام حبينا نحتفل باليوم إحنا كمبادرة معنا للإنسانية بشكل مختلف جمعنا الفرق اللي بتخدم الإنسانية بس مش عليها الضوء في المجتمع وبتعرض أفكارها بتعرض تقدم إيه نشتغل مع الأطفال حاجة اسمها سلسة حماية بنعرف الطفل إيه حقوقه وإيه واجباته يعني إيه الحاجات اللي لازم يكون على درية بها ومعلومات بها ولازم الطفل يكون عارف إيه كل الحقوق اللي ليه كويس جدا جدا ولم تغفل احتفالية حقا أصيلا من حقوق الإنسان ألا وهو حقه أن يعيش آمينة لازم نحارب الإرهاب بكل قوتنا حال إنسان مفروض علينا أن نحن نمدي له حقه ما يهضرش حقه ولا كرمته ولا إنسانيته ده مهم جدا حتة أن نحن نهتم بالحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة تكون لها واجب على كل وبني أيضا من يتعامل فيها بحقوق شكلها جيد ورش للرسم والتلوين جذبت اهتمام الأطفال وشاركوا في بعض أعمالها إلى جانب الفرق الطبية التوعوية بمبادئ الصحة العامة للإنسان والأمراض المزمنة بالإضافة إلى التوعية بحقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة سبعون عاما مرت على إعلان الإصدار العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام وعلى الرغم من احتواء الإصدار ستين سقا لحقوق الإنسان إلا أن البشرية ما زالت تكافح حتى ينعم الإنسان بإنسانيته لأخبار الآن رمضان المطعني القاهرة فاصل قصير ونوصل نشطنا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد عقدت اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن اجتماعا تشاوريا الأحد بمشاركة شيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية وتعاون الدولي الإماراتي ووزير الخارجية السعودي عادل أحمد الجبر وضم الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ضبي إلى جانب دولة الإمارات والسعودية وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ووفد من الولايات المتحدة الأمريكية رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من تسعمائة حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف محافظات اليمن وأكدت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالعاصمة المؤقتة عدن انتهاءها من التحقيق في 430 واقع تشمل استهدافا للمدنيين وسقوط قتل وجرحة وزراعة الألغام والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القانون منذ منتصف تشرين الثاني الماضي لم تهدأ محاولات داعش في التقدم تجاه إدلب مستغلا انشغال فصائل المعارضة بصد محاولات قوات النظام السوري فقد سيطر التنظيم على أراضي في محافظة إدلب تقرير الزميلة منعواد يحمل المزيد يعود تنظيم داعش إلى واجهة الأحداث في محافظة إدلب مجددا بعد أكثر من ثلاث سنوات من طرد مسلحه من المحافظة شمالي سوريا فقد تمكن مسلحو التنظيم من السيطرة على أراضي في المحافظة من جديد بعد اشتباكات مع هيئة تحرير الشام والتي كانت تسمى بجبهة النصر سابقا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وجاء ذلك بعد أيام من المواجهات بين داعش وهيئة تحرير الشام في محافظة حماء المجاورة تمكن خلالها التنظيم المتطرف من السيطرة على مجموعة قرى في شمال شرق المحافظة ويتكتم التنظيم على مجريات المعارك في المنطقة ولم يتحدث عن سير العمليات العسكرية على خلاف المناطق التي يحتلها في سوريا والتي تتكرر إعلاناته بشكل يومي عن تطوراتها الميدانية عبر وسائل إعلامه في سياق الحديث عن تهديدات تنظيم داعش لمحافظة إدلب برزت إلى الواجهة خلايا تتبع له داخل المحافظة أعلنت هيئة تحرير الشام أو النصرى التصدي لها بعدانيتها مساندة العمل العسكرية للتنظيم من خارج الحدود الإدارية تساؤلات عدة طرحت عن الأسباب التي تتيح للتنظيم التقدمة بالرغم من الترسانة العسكرية الكبيرة لهيئة تحرير الشام والتي تمتلك ثقلا عسكريا بارزا أكد مجلس الوزراء الإماراتي أن بلاده ستبقى داعم لهوية القدس العربية وللوضعية القانونية التي أرستها كافة الاتفاقيات الدولية وشدد المجلس على أن القدس تمثل جوهر عملية السلام التي تشكل الضامن الأساسي للاستقرار في المنطقة وقال الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن القدس بعروبتها وهويتها التاريخية والدينية قبلة لجميع الشعوب من مختلف الأديان أعلنت سول أنها ستبدأ فرض حزمة جديدة من العقوبات على بيونج يانج تشمل عشرين كيانا كوريا شماليا بينها مصارف وشركات تجارية وأفراد معظمهم مصرفيون وأقل مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الكيانات التي وضعت على لائحتها السوداء متورطة برص أموال تهدف لتطوير أسلحة دمار شامل فضلا عن الإتجار غير الشرعي ببضائع تشملها العقوبات كشفت مراجعة بحثية حديثة أن الطلاب الذين يمارسون نشاطا بدنيا إضافيا ربما يزيد تركيزهم في الدراسة ويتحسن أداؤهم في مواد مثل القراءة والرياضيات تفاصيل هذا البحث في تقرير الزميل نضال عمرية العقل السليم في الجسم السليم لم تكن هذه العبارة التي ما فتئنا نرددها في صغرنا مجرد كلمات مصفوف لا معنى لها وأنما هي توصيف حقيقي لأهمية الرياضة لمجمل العملية التعليمية مراجعة بحثية جديدة تشير إلى أن الطلاب الذين يمارسون نشاطا بدنيا إضافيا ربما يزيد تركيزهم في الدراسة ويتحسن أداؤهم في مواد مثل القراءة والرياضيات وحلل فريق الدراسة بيانات نشرت سابقا وشملت أكثر من عشرة آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين أربعة عوام وثلاثة عشر عاما وبحثوا أيضا ما إذا كان تأثير التدريبات يختلف باختلاف المواد الدراسية وعلى الرغم من أن فوائد النشاط البدني كانت أقوى بالنسبة للرياضيات فإنها كانت أقل قليلا بالنسبة لمواد أخرى مثل اللغات والقراءة مما يعني أن النشاط البدني يفيد التعليم في كل المواد الدراسية معد هذه الدراسة قال إن التدريبات تؤثر على المخ من خلال زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وهو ما يزيد من إمداد الأكسجين والعناصر الغذائية ويشجع على تكوين الشعرات الدموية ويزيد من الاتصال العصبي من خلال تشجيع الوصلات العصبية وتوافر الناقلات العصبية علاوة على التفسيرات المتعلقة بالجهاز العصبي تشمل التدريبات عنصرا اجتماعيا مهما يعزز فوائدها للصحة النفسية وفي الوقت الذي تواجه فيه مدارس كثيرة صعوبة في تخصيص وقت لفترات الرياضة البدنية واستحملة لتحسين نتائج الامتحانات الدراسية من خلال تخصيص وقت أكبر للدراسة تقدم النتائج أدلة جديدة على أن النشاط البدني أحد وسائل المساعدة في تحسين مستويات الطلاب فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل روائع الأثار السعودية نفائس تحكي تاريخ المملكة على مر العصور أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت كتب اسم زوجته في جوجل فاكتشف أمرا خطيرا دفع الفضول زوجا أستراليا للبحث عن اسم زوجته الأمريكية السابقة على محرك البحث جوجل حيث اكتشف ما لم يكن يتوقعه وهو أن زوجته قاتل مهووسة وسرع الزوج بالإبلاغ عنها لدى السلطات الأسترالية والأمريكية بسبب تزويرها لأوراقها الثبوتية إلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنوانت جوجل يحتفل بميلادي روبرت كوخ مؤسس علم الجراتيم احتفل محرك البحث جوجل أمس الأحد بذكرى ميلادي الطبيب الألماني روبرت كوخ الرائد والمؤسس الحقيقي لعلم الجراتيم الذي تمكن بفضل إسهاماته العلمية من الحصول على جائزة نوبل في الطب عام 1905 بعد اكتشافه البكتيريا المسببة للسل الرئوية إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت روبوت على شكل سمكة يرصد التلوث ابتكر باحثون في الولايات المتحدة روبوتا جديدا على شكل سمكة يمكنها السباحة في الأنهار والبحيرات لرصد معدلات المضادات الحيوية في المياه وغيرها من الملوثات ومن المقرر تجربة النموذج الأولي من هذا الروبوت في بحيرة بالقرب من ولاية ماتشيغن الأمريكية وإلى صحيفة الوئام السعودية التي عنوانت مايكروسوفت وكوالكوم تكشفان نقابة عن حواسب متحولة كشفت شركة مايكروسوفت وكوالكوم عن أولى موديلات الحواسب القابلة للتحويل والمزودة بنظام مايكروسوفت عشر ومعالج الهواتف الذكية ومودم LTE مدمج ويمكن للمستخدم استعمال الأجهزة الجديدة كجهاز لوحي أو كلابتوب يشكل الحراك النسوي في المجتمعات العربية قوة فاعلة ولسيما فيما يخص قضايا مناصرة للمرأة ومن بينها ما يسمى بالاغتصاب السفاحي اتعل المطالب لإنزال أقصى العقوبات بالمجرم وتكثر حملات التوعية حول بشاعة هذا الفعل خلف هذه الأبواب قصص لا نسمعها في الطريق وقل ما نشاهدها على الشاشات أنا كمان مرأت بنفس التجربة اسمي جزال عمري 18 بس اللي تعرضت له كان من جوز أمي بي مات لما كان عمري 3 سنين وجوز أمي اختصبني أول مرة لما صار عمري 10 سنين كان يعتدع أخواتي كمان أول مرة يعتدع لي أخذنا ع بيته بالجبل وحبسنا منيك وبعدين كان يستغل أنه ماما مش بالبيت لأيضال يعتدع لي لما خبرت ماما عايتت علي وقالت لي مابا أحكي بالمطالب خلف هذه الأبواب يشاهد المرة في الشارع شهادات حية لضحايا الاغتصاب السفاحية ويعبرون عما تطلقه فيهم من مشاعر من بعد ما حضرت الفيديو شو بتقول؟ بقول أنه الأنون عنا في لبنان ظالم جدا مش أنه بالنهاية أنا برأيي بمقتصب إذا كان من عائلته أو غير عائلته للشخص هذا قليل يكون عدم شمعا مش خمسة سنين حبس هذا شيء كتير ظلم بالنهاية هو دمر حياته ودمر يعني هذا الشيء حيضل معه كل وقت تفكر فيه الفيديو كتير مزعج وبيعكس حاليا عم تتكرر بمجتمعنا وللأسف ما فيه لا أماع من نحكي فيها بشكل واضح وعلني وكمان للأسف فكرة الاقتصاب كتير مزعجة بس المزعج أكتر هو أنه سفاح القربة ما فيه له عانون بيخصوا يعني عقوبة بتخصوا أنه فيه عقوبة للاغتصاب بس مش له سفاح القربة بالتحديد التوعية في الشارع على أخطر ما تتعرض له المرأة أو الفتاة من عنف جسدي وضرر معنوي ضرورية ليخرج موضوع الاغتصاب السفاحي من إطار النقاش المحرام الحملات لازم تستمر والتوعية لازم تكون للضحية قبل المغتصب يعني تعرف الضحية شو حقوقها وين تلتج في إطار تحركه لنصرة قضايا النساء يمارس المجتمع المدني العربي ضغطا على ما يحمي المغتصب من قوانين فيشرك المجتمع الأهلي في التوعية أولا وفي رفع الصوت ثانيا عم نطالب اليوم بتشديد العقوبة على الأشخاص اللي بيرتكبوا هيك نوع من جرائم تكون عم توصل لحد المؤبد واللي هو شي واقع مغير لواقع القانوني الموجود بلبنان وبالدولة العربية عدد النساء اللي صارت عم تبلغ عن هيدا الموضوعات عن هيك نوع من جرائم صارت أعلى ويمكن هذا نتيجة الجهود للحراك النساء اللي عم بيصير بكل دولة عربية من أصعب وأقلم شي بهيك نوع من الموضوع أنه بتكون المرأة فعلا والفتاة على الآن بيفخ مبين تحكي عن الموضوع وبالتالي تتهم أنه هي فضحت العيلة أنه هي فضحت حالة ومبين فعلا أنه يمكن تكون عم تصمت عن هيدا الموضوع والكلفة هنا بتكون أعلى بكتير لأنه الكلفة إن كان الصحية الصحية النفسية عليها وعلى مستقبلها فعلا بتكون خسرت حياتها بمناسبة حملة الستة عشر يوما العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات تكسر حملات المناصرة مع التأكيد على أن التبليغ عن حالات كهذه أساس في محاسبة المجرم ورد عمن ينوي ارتكابه الاغتصاب السفاحي عبارة لا تتواتر كثيرا في مجتمعاتنا العربية بقدر ما هي موجودة خلف الأبواب ولنصرة الضحية لابد من أن يرفع الصوت ويوضع المجرم عند حده لأخبار الآن ريسى بعنطون لبنان نظم المتحف الوطني السعودي معرضا في الرياض يحمل عنوان طرق التجارة القديمة في الجزيرة العربية روائع أثار المملكة العربية السعودية تعرض فيه قطع أثرية يرجع تاريخها إلى ألاف السنين ويهدف المعرض إلى إطلاع العالم على حضارة وتاريخ الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية من خلال كنوزها التراثية معرض طرق التجارة القديمة في الجزيرة العربية روائع أثار المملكة هو مجموعة مختارة من المعثورات الأثرية في المملكة العربية السعودية عددها 466 قطعة أثرية الهدف من تشكيل هذا المعرض هو التاريخ بالتراث الحضاري المملكة العربية السعودية ودورها الحضاري بين مجتمعات العالم عبر العصور المعروف عالميا أن تدجين الحصان كان في الألف الخامس قبل الميلاد في آسيا الوسطى هنا دليل الآن لدينا في المملكة العربية السعودية أن تدجين الحصان قبل تدجينه في آسيا الوسطى كان هناك تدجين الحصان من 9000 سنة وهو الحصان العربي تحديدا هذه فاصلة طبعا شواهد نقوش بخط المسند جنوب الجزيرة العربية وتسمى نقوش الأحسائية نظرا لأنها تبدأ بهذه الكلمتين وجر وقبر منتشرة في جميع أول ما بدأت المنطقة الشرقية عرفت ثم انتشرت في شمال الجزيرة أيضا بنفس العبارتين وجر وقبر يعني حافر ودفن فكلها شواهد قبور وفي خبرنا الأخير توفي الفنان السعودي أبو بكر سالم عن عمر ينهز 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض وحصل صاحب الحنجر الذهبي على العديد من الأوسم والجوائز من بينها الكاسات الذهبية التي تقدمها شركة توزيع ألمانية وجائزة منظمة اليونسكو كثني أحسن صوت في العالم ووسام الثقافة عام 2003 وتذكار صنعاء عاصمة الثقافة العربية قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين في أول اختبار لها في بورصة عالمية وحدة البيتكوين تبلغ 15 ألف دولار بعد أن شكل لغزا لنصف قرن علماء يكتشفون سر الأصوات الغريبة الصادرة من الأرض موسيقى تمرن عقول الطلاب قبل أجزادهم ممارسة الرياضة تحسن المستوى الدراسي للأطفال وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته موسيقى نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأخبار شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة